بالنسبة لست أم أحمد بتقول إن والدها توفي من أيام هي تشعر بتعب لفراقه وبتبكي كتير عليه وبتسأل شقه تاني هل يصلوا السواب الأعمال الصالحة لا شيء في البكاء يا ست أم أحمد فقد بكى سيد الخلقي صلى الله عليه وسلم على فراق ابنه إبراهيم عليه السلام ده من شوق الإنسان دفقة كده شعورية من طبيعة خلقة الإنسان وبتدفع بالإنسان إلى أنه يجهش به البكاء وهو راضي لكن ده انفعال بالابتلاء اللي هو فيه فانفعال يعني موائم للطبيعة البشرية ولم يصاحبه فعل ما ينكر عليه ما قالش كلام مش مظبوط ما تفوهش بكلام لا يليق إنما الإنسان يقول إن لله وإن إليه راجعون طبيعي إنه يمتحن فيبكي فيزعل كل ده مما يبتلى ويمتحن فيه الإنسان ولا نقول إلا ما يرضي المولى كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم إن لله وإن إليه راجعون أما بالنسبة لثواب ما يصل إلى المتوفى من فعل الحي فكل ما يصنعه الحي للمتوفى من الخير يصل إليه ثوابه إن شاء الله تعالى أنت بتوهب اللهم هب مثل ثواب ما أقرأ من القرآن الكريم أو ما أصنع من الخير اللي أنت بتعمله إطعام صدقات كساء غذاء دواء أي شيء بتكرم به الإنسان وبتوهب مثل الثواب فهده مقبول وبيصل ثوابه وده مذهب قولنا قبل كده الحنفية والحنابلة وحتى في قراءة القرآن إحنا بنهب ثوابه بالدعاء وكل بقى فعل الخير كل أفعال الخير كل أنواع وألوان الصدقات التي يعني يتطوع بها الإنسان ليهب ثوابها إلى متوفى مقبولة إن شاء الله وكما ذكر أهل العلم كل أعمال الحي الذي يهبها إلى المتوفى تصل بإذن الله تعالى وبرحمته ودي بزي ما بنقول دايما إنها من مظاهر الرحمة الإلهية